اشتركوا في القناة كما يعلم الجميع كيف تقرأ موقف مملكة البحرين المتجدد للشقيقة جمهورية مصر العربية وايضا قضاياها المحورية بداية امسي عليكم بالخير وعلى الاخوة والخوات المشاهدين واتمنى لكم دوام التوفيق وردنا على السؤال ان زيارة فخامة الرئيس عبد فتاح السيسي للمملكة البحرين بلا شك تعكس عمق العلقات البحرينية المصرية من تنامي المستمر وتساهم في توطيد اواصر التعاضل والتغارب بين البلدين والعمل على استمرارية التعاون في كافة القضايا والملفات المرتبطة بالشراكة بين البلدين وتوحيد المواقف اتجاه الموضوعات المتعلقة بالصعيد الاقليمي والدولي ولا شك ان هذا يصب في نجاح الدبلوماسية البحرينية الحكيمة والمتوازنة والراسخة بغيرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ورؤية جلالتها التي اصبحت نهج عربي من خلال الدبلوماسية التشاورية والتي يحق لنا في البحرين ان نحتز ونفخر بها كرسالة بحرينية طاعلة وحكمة سياسية رفيعة وايضا بلا شك ان موقف ملكة البحرين بغيرة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ثابت وراسخ على الدوام في ان امن جمهورية مصر العربي الشغيغة من امن ملكة البحرين وان ما اكده جلالته خلال زيارة فخامة الرئيس عبد فتاح السيسي البلاد بان الامن المائي المصري جزءا لا يتجزأ من الامن المائي العربي ومؤكد انتظام جلالته الكامل مع حقوق مصر وكل ما اتخذه مجرآت لحماية امنه القومي فيما يخص قضية سد النهضة وهو الموقف البحريني المعلن مع مصر دائما وقد كان جلالته هيده الله في مقدمة تعمال العالم في تأييده لمصر اذ اكد في شهر مارف من العام الماضي خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري تضامن مملكة البحرين مع مصر لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل كذلك لا ننسى موقف مجلز زراء برأسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليف والعهد رئيس مجلز زراء حفظ الله يؤكد باستمرار عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على امنها المائي وضمان استغرارها وتنميتها ومؤكد اندعم المملكة الجهود المفذولة لحل ازمة ملء وتشغيل سد النهضة ونحن ايضا بدورنا في مسنواب انطلقا من موقفة المملكة البحرين ثابت نؤكد دعمنا وتواصل ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية للجهود المبذولة لحل ازمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفي الغونين الدولية ونؤكد ايضا حق مصر في مياه النيل لا يمكن المساس فيه وهو خط احمر لامن مصر الغومي والعربي ايضا وسيكون له تؤثير على استغرار المنطقة بكاملها وان التفاوض السلمي هو الخيار الذي بدأته مصر وندعم جهود مصر في ذلك وفي التواصل الى التفاق منوني منصف وملزم يحقق الكسب الجميع نعم ونؤكد ايضا على دعم جهود مصر لاحتواء هذه الازمة ووفقا لغواعد الغانون الدولي كما ندعم التحركات الدولية الرامية اي 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 حل ملزم لانهاها وندعو المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود لاجاد االية واضحة للخروج من هذه الازمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية بالتوافق مع الاتحاد الفريقي والجامعة العربية وختاما نعرب عن اعتزاز مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بالدور التاريخي الرياضي لمصر في حماية الامن الغومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية واحدة الصف بين العرب وتعزيز السلام والامن الاستقرار في المنطقة نعم إذن سعادة النائب المهندس محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب رئيس لجنة شؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك